الوقفة الأخرى كل شيء بقدر كل شيء بقدر فإن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة يعني كل هذا الذي يجري فيه الناس كله بقدر حتى العجز والكيس يعني من يموت ومن يمرض ومن يبتلى ومن يصيبه الفقر ومن تصيبه اللأواء ومن يغتني ومن كل هذا كتبه الله عز وجل في كتاب عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فلذلك هذه العدوى التي يتكلم عنها الناس في هذه الأمراض لاش كأنها ليس لها تأثير ذاتي وإنما تؤثر بإذن الله عز وجل وهذا يعني أمر لا بد أن يتعلمه المسلم وهو من مباحث العقيدة ها هي أيضا من مباحث العقيدة ومن باحث التوحيد هو أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يضر سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى فليس شيء يضر إلا بقدر الله عز وجل وأنتم تقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما لما كان رضيفه فقال له يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يعني جميع المقادير قد كتبت ولا يضرك شيء إلا إذا قدره الله لك إلا إذا قدره الله عليك إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر لا عدوى ولا طيار يعني نفي العدوى أي أنها لا تعدي بنفسها وهذه يعني بحل جميع الأسباب بحل السحر الناس دا بل يخافوا من السحر مثلا أشقلنا الله عز وجل في صريح القرآن في صورة البقرة لما ذكر قصة الملكين قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني وخجي واحد الإنسان يعني ساحر وتجد ضعاف الاعتقاد وضعاف العلم التوحيد واليقين يرتجفون تقول لك أنا ما خصني نتعرض للسحر وما نتعرض لش كده وربما يديروا لي كده ويديروا لي كده أنت لو لجأت إلى ربك عز وجل وتحصنت بتحصينة الشرعية لم يضرك شيء ما ضرك شيء يا عبد الله ولكن شنو عندنا مشكلتنا وإحنا يعني كل شيء مفتوح البيبان مفتوحين والصراج مفتوحين يعني نحن لا نتحصن أصلا لا نتحصن بذكر ولا بقراءة قرآن ولا بأذكار في الصباح وفي المساء جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حرزا ووقاية من هذه الشرور جميعها ولكن الإنسان كانت لقاها كي يخرج بلا سلاح بلا تحصينات بلا منعا بلا تطعيم بلا ولو أو كي يقول لك كده وربما وثقة في التطعيم المادي أكثر من وثوقي بالتطعيم المعنوي يلاقي درشي جلبك يقول لك لا صاف كي يرشي جلبا كي يرشي حاجة تقسني طيب يا عبدالله لو كنت تفهم معنى الإسلام لكنت تثق في الحروز الشرعية وفي الأذكار التي تقولها أعظم من ثقتك في هذه الأمور لأنها تتخلف هذه التحصينة وهذه التطعيمات أنا بزاف يعني قاعد أطفال كلهم قاعد ما خلوا التشوح لذلك قضية تحصين الشرعي هذا يعني يلازم المسلم ولا ينفك عنه في لحظة من لحظة حياته إذن قوله لا عدوى ولا طي رأي أنها لا تنتقل بنفسها وإنما بإذن الله عز وجل ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول استشكل بعض الأعراب قوله فقال يا رسول الله هذه الجمال تكون في الصحراء كالضباء الجمال تكون في الصحراء يعني المنظر ديالها من أجمل ما يكون كالضباء بحل الغزال ثم يأتي الجمال الأجرب فيدخل فيها فتجرب كلها غير كي يجي واحد جمل فيه الجربة وكيدخل أو كتول كلها مطلية قال له كتمرت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول فمن أعدى الأول يلا طيب هذه الجربة اللولة اللي صابت هذه الجمل اللول من الذي قدره أليس الله عز وجل إنه الله عز وجل إذن لاش كأن هذه العدوى لا تنتقلوا إلا بإذن الله عز وجل وهذا معروف الآن الذين يخالطون المرضى لاش كأن منهم من يصاب ومنهم من يعافى منهم من يصاب ومنهم من يعافى وطبعا التفسير المادي الطبي الحديث يقولوا بإن هذا عنده منع أكثر وهذا عنده منع أقل ونحن نقول بأن هذا قدر الله عليه أن يبتلى وهذا يعني قدر الله عز وجل عليه أن يعافى خلاص يعني كل واحد له تفسير تفسيره الخاص ينطلق مما يعتقد ومما ومما يعني يظن